المدخل الثاني طرق تقدير تكلفة المخزون فهناك بعض الحالات التي قد يتعذر فيها أو يستحيل عمل الجرد الفعلي للمخزون وذلك نتيجة مثلاً لتعدد عناصر المخزون أو كبر حجم الكميات أو وجود ظروف غير عادية تحول دون القيام بعملية الجرد الفعلي وتجنباً للقيام بعملية الجرد الفعلي من الناحية العملية أو نتيجة لما تمليه الضرورة أو توفيراً للوقت وتجنباً للتكاليف المترتبة على عملية الجرد الفعلي قد يلجأ المحاسب إلى استخدام طرق بديلة لتقدير تكلفة المخزون وهناك طريقتان أساسيتان في هذا الصدد هما طريقة مجمل الربح وطريقة متاجر التجزئة طريقة مجمل الربح حيث يتم تقدير تكلفة مخزون آخر المدة طبقاً لهذه الطريقة على أساس نسبة مجمل الربح التاريخية التي حققتها الشركة في سنواتها السابقة ونسبة مجمل الربح يتم حسابها بالطريقة التالية تساوي نسبة مجمل الربح مجمل الربح على صاف المبيعات ثم يتم تحديد مجمل الربح المقدر وهو عبارة عن صاف المبيعات في نسبة مجمل الربح التي تم التوصل إليها في الخطوة الأولى وبعد ذلك نصل إلى تحديد تكلفة المبيعات المقدرة وهي عبارة عن صاف المبيعات ناقص مجمل الربح المقدر أو تكلفة المبيعات المقدرة تساوي صاف المبيعات في نسبة تكلفة المبيعات وهي النسبة المكملة لنسبة مجمل الربح ونصل إلى تكلفة المخزون المقدرة والتي تساوي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع الفعلية ناقص تكلفة المبيعات المقدرة والتي تم التوصل إليها في الخطوة السابقة والمثال التالي يوضح كيفية تقدير تكلفة مخزون آخر المدة باستخدام طريقة نسبة المجمل الربح التاريخي البيانات التالية خاصة بإحدى الشركات التجارية عن عام 1425 بلغت تكلفة مخزون أول المدة 40 ألف ريال صاف تكلفة المشتريات 90 ألف ريال صاف مبيعات الفترة 160 ألف ريال نسبة مجمل الربح التاريخية 25% ومن المعروف قبل أن نبدأ في الإجابة لنتعرف كيفية الوصول إلى تكلفة مخزون آخر المدة أو إلى تقدير تكلفة مخزون آخر المدة طبقا لهذه الطريقة هذه الطريقة مبنية على افتراض معروف أو متعارف عليه في المحاسبة فصاف المبيعات الذي بين أيدينا ومقداره 160 ألف ريال هو عبارة عن تكلفة المبيعات زائد أو مضافا إليه هامش الربح أو نسبة مجمل الربح إذن صاف المبيعات يتكون من جزئين تكلفة المبيعات أو تكلفة البضاعة المباعة مضافا إليها مجمل الربح فإذا استبعدنا مجمل الربح إذن سيتبقى الجزء الباقي هو تكلفة المبيعات نستكمل فالمطلوب تقدير تكلفة مخزون آخر المدة وذلك باتباع طريقة نسبة مجمل الربح الحل نحدد أولا تكلفة البضاعة المتاحة للبيع كما ذكرنا سابقا وهي عبارة عن مخزون أول الفترة أربعين ألف ريال يضاف إليه صاف تكلفة المشتريات تسعين ألف ريال إذن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع عبارة عن مية وتلاتين ألف ريال يتم حساب تكلفة المبيعات المقدرة وهي عبارة عن صاف المبيعات مئة وستون في نسبة مجمل الربح خمسة وعشرين في الماء يصبح الناتج أربعون ألف ريال وهي تعبر عن مجمل الربح التاريخية بطرحها من صاف المبيعات ومقداره مئة وستون يصبح الناتج أو يعبر الناتج عن تكلفة المبيعات المقدرة بطرح تكلفة المبيعات المقدرة من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع إذن الناتج هو تكلفة مغزون آخر المدة المقدر ومقداره عشرة آلاف ريال الطريقة الثانية من الطرق تقدير تكلفة المغزون وهي طريقة تقويم المغزون بمتاجر التجزئة وتعتمد هذه الطريقة على العلاقة بين التكلفة وبين أسعار التجزئة أو التجزئة مغزون آخر المدة بسعر التجزئة يساوي البضاعة المتاحة للبيع مطروحا منها المبيعات طبقا لأسعار التجزئة يتم بعد ذلك حساب نسبة التكاليف إلى سعر البيع ويتم أيضا حساب هذه النسبة للبضاعة المتاحة للبيع نسبة التكلفة تساوي البضاعة المتاحة للبيع بالتكلفة مقسومة على البضاعة المتاحة للبيع بسعر التجزئة ثم تكلفة مغزون آخر المدة تساوي مغزون آخر المدة بسعر التجزئة مضروبا في نسبة التكلفة التي توصلنا إليها من الخطوة السابقة والمثال التالي يوضح كيفية تقدير تكلفة مغزون آخر المدة باستخدام طريقة متاجر التجزئة البيانات التالية خاصة بإحدى الشركات التجارية مغزون أول المدة بسعر التكلفة 40 ألف ريال وبسعر التجزئة 50 ألف ريال المشتريات بسعر التكلفة 200 ألف ريال وبسعر التجزئة 250 ألف ريال المبيعات التي تمت خلال الفترة قيمتها 220 ألف ريال المطلوب تقدير تكلفة مغزون آخر المدة باستخدام طريقة متاجر التجزئة في ضوء البيانات السابقة يتم تقدير تكلفة مخزون آخر المدة على الناحو التالي مخزون أول المدة كما ذكرنا بسعر التكلفة 40 وبسعر التجزاء 50 يضاف إليه المشتريات خلال الفترة وهي بسعر التكلفة 200 ألف ريال وبسعر التجزاء 250 ألف ريال إذن البضاعة المتاحة للبيع بسعر التكلفة 240 ألف وبسعر التجزاء 300 ألف ريال وقبل أن نستكمل إذا قمنا بقسمة البضاعة المتاحة للبيع بسعر التكلفة على البضاعة المتاحة للبيع بسعر التجزاء يتم تحديد نسبة التكلفة وهي في المثال الحالي تساوي 240 على 300 ألف تساوي نسبة 80% المبيعات خلال الفترة ومقدارها كما سبق ذكره 220 ألف ريال بطرحها من البضاعة المتاحة للبيع إذن المتبقي هو مغزون آخر المدة بسعر التجزئ إذا أردنا أن نحدد تكلفة مغزون آخر المدة بسعر التكلفة كما ذكرنا نقوم بحساب نسبة التكلفة وتم حسابها وهي عبارة عن البضاعة المتاحة للبيع بالتكلفة على البضاعة المتاحة للبيع بسعر التجزئ تساوي نسبة 80% إذن في هذه الحالة مغزون آخر المدة بالتكلفة يساوي 80 ألف وهي مغزون آخر المدة بسعر التجزئ مضروباً في نسبة التكلفة يصبح الناتج 64 ألف ريال وهو ما يعبر عن تقدير تكلفة مغزون آخر المدة